السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في فيديو جديد يا بنات اشخباركم انشاء الله تكونون طيبين انشاء الله تشوفون هذا الفيديو انتم بأتم الصحة والعافية قبل ما ندخل عادل في الفيديو لا تنسون يا بناتكم تشتركون بالقناة ولا تنسون تحطون زر الاعجاب عشان تدعمون قناتي هذه مقلطفات شوي من اليوم الجمعة على يوم السبت صورت لكم شوية روتين هذا كان جلستي يوم الجمعة عند التلفزيون كده شوف الخطبة وبعدين خلاص عاد ما اصور شي صراحي يوم الجمعة حس انه يوم راحلي يوم السبت قمنا نوسونا على الساعة عشرة كده ولما لقيتها قامت خلاص ساعة عشرة قلت لها خلاص بكافئس وسويت بانكيك فسويت البانكيك حطيت بيضة وحطيت كاس حليب بعدين اضفت لها تقريبا ملعقة سكر وفنجال زيت او ربع كاس زيت ما تكثرون يعني الزيت وبعدين الله ما صلي وسلم على نبينا محمد احط كاس مليان نفس كاس الحليب احط فيه دقيق وبعدين احط ملعقة بكنكبودر يا اما ملعقة كبيرة او ملعقتين سخار بكنكبودر وحركة كده شوي وخليه يعني خليه كده خمس دقايق وبعدين عاد سويك انتنا ناويه سويه بالآلة لكن واسا قلت لا انا بغير سويه زي الكيكة يعني شايفتها هي ظهر بمقطع او شي اللي يجيك طبقات يحطون بينهم نوتيلا بس قلت لها يعني مرة كل امس ما تصدقوني بنات شونا امس يعني قاعدة يعني زيت ما تقولون على قولتهم ألقى عليهم محاضرة ودينا نقلل من من النوتيلا وديقللون من الشبسات فلما قلت لي أبي استحطي ماما نوتيلا حاول تقنعها يعني قلت خلينا نقل شوي من الحلا حطي عسل في فايدة أكثر من استحطي نوتيلا أو هرشيا أو هذه الأشياء الحمد لله عاد اقتنعت قلت خلاصة بحط عسل وقطع عليه شوية فواكه وشياء كده تكون مفيدة قلت طيب حتى ما سوي لي كوفي قلت بنت حلا أسوي كوفي من خالف خلاص بهالوقت عاد أنا كنتم سوي قهوة بعد ومجهزة لعيالي يعني تعرفون يوم السبت خلاص على الظهر كذا قبل الظهر رازم يكونوا كلهم قايمين وسوي لهم قهواتهم وابدا بالغدا علشان نخلص أشغالنا بدري يعني أحب لما يجي للمغرب أكون مخلصة كل أشغالي أقعد عاد أنا يعني أشوف مثلا حيانا أطلع حيانا أقعد في البيت يعني بس أقعد عند التلفزيون أشوف لي شي يعني أتبرغ لنفسي أسوي لي خلطة أسوي زيت شعري أحب يعني أخلص منهم قبل المغرب كذا يكونوا مخلصين دارسيين ومخلصين كل شي هذا يبناشي في قوام البنكيك ما شاء الله طرعي هبل زي ما قلت لكم مسونا قلت أبي سويز كذا زي الكيك أحطيلي بالقلايا الصغيرة القلايا هذي أنا كنت شريتها من إيكيا وصراحة وش حلوة تهبل قد الشخص الواحد كذا حتى أحيانا نسوي فيها بيض تطلع مرة حلو شكل البيض فيها سويتها هذا هو قلبنا طبعا ما يأخذه وقت وانت واقفة عندك تستحيل تصبينها من يوم يبدأ كذا يسوي فتحات تفاعل هذه البكينج بودر خلاص تقلبينها على الجهة الثانية وخلاص خلينها كذا أقل من دقيقة وبعدين تطلعينها شايفين هنا عاد بعد بحط واحدة ثانية بس الوسن وبعدين الباقي بحطهم بالجهاز لأن الجهاز صراحة أريح حطهم وروح يسوي لي شغلة ثانية الحد ما يستوي لي في الجهاز وأقلبه وطلعه خلاص هادي عاد وسونا قلت أنا بأقلبه مرة عجبت وسان مبهرت يعني قالت مرة حلو يا ماما البانكيك البانكيك مرة ضابط خلاص عاد هنا حطي طلعت الجهاز والجهاز هذا يا بنات كثير كثير ولا سألتوني عنه والله أنه حلو مرة ويجي معاه كثير من القطع يعني ظهرنا ثلاث قطع أو أربع شي فيه للوافل وشي للبانكيك ونسيت بعد وش فيه في قطعة ثالثة بعد بس أني مبلي هذا الجهاز أصلا هذا حق روان خدت منه مرة وخلاص جلس عنده لنستخدمها هي كثير فقالت أجيبه لكم خدناها زرفناه منها ظهرنا قالت لينة كان عليها عرض ظهرنا في السيف غالري أو في شي اسمه الثاني قصر الأواني حداهم أبتأكد منها وإن شاء الله بإذن الله إذا ما نسيت بحط لكم بالمنتدات تفاصيلة بس إنه حلال والله ممشين شايفين شلون يطلع البانكيك بس إنه ما يحمر مع فوق لازم أقلبه خلاص أقلبهم كلهم صراحة حلوة يعني حركة الجهاز هذا مثلا تبين تخذينه معك بتطلعين مرة شكلها يعني يطلع حلو كذا مرتب بالصينية خلاص أقلبهم كلهم وخليهم كذا تقريبا دقيقة ووحدة وبعدين خلاص بطلعهم الباقي عاد قلت أسوي يعني العيالي مع القهوة حطيتها لهم مع القهوة الظهر قبل الغدا كذا هنا عاد والسونة زي ما قلت لكم قالت بسوي لي كوفي حقي بس عاد بالأخير ما أعجبها قالت بس حط لي سكر صحي ستيفيا لكنها راح تحطت كل الكيس هذا حطتها في الكوب طلع مرة حالي قالت ما دريت يعني ما قلتي لي إنه يكفي شوي وتقول ما قدر تشربه يعني حطيت حسيت إنه مرة حالي ما تقبلت يعني الطعم المهم خلاص حطت عسل على البانكيك وبعدين زي ينته بالفراولة مرة طلع اللذيذ ما شاء الله عاد من زمان حني عن حركات الفطور عن البانكيك والوافل ومدري إيش حركات وسن سبحان الله حس كذا الأشياء هذه مربوطة بالقومة مبكر فكل فترة الإجاز عشانهم ما يقومون إلا متأخرين ما يقومون إلا على العصر كذا أحيانا سبحان الله لخبطت النوم مرة هي التعب وتلخبط الأكل خلاص هنا زي إنت ما شاء الله بالعافية على والسونة خلاص هذه اللي يعد بالجهاز استوى تبحث بعد الدور ثاني عشان أخلص كل الكمية الموجودة عندي وبس هذه حطيتها قعدت قهوة أنا ولدي عشان عاد أبقوم أكمل وأسوي الغداء وخليت وسونة حي الواجبات هم بكرة قلت لها يلا طلعي الواجبات كان عليهم اختبار رياضيات المعلمة اللي يجزاها خير أحب صراحة المعلمات النشيطات الحريصات الله يسعدها ويجزاها الجنة يا رب قالت لهم بعد كل فصل لازم أسوي لكم اختبار رياضيات وش اسمه فقعد واسنت ذاكر وقلت لها خلاص أنت خلصي الفصل ذاكري وانا أخلص الغداء واجه أسوي لك اختبار هنا عاد قلت بسوي نودلز بس مو بالنودلز اللي بالاندومي لا نودلز صدقي بالمكارون أنا كنت قبل فترة شاريتها المكاروني هذه القودي الرفيعة مرة هي اللي تصلح صراحة للنودلز أذكر واحدة قالت لي نسوتها تعرفوني بنات هذا اللي يجي بالبقالات النودلز اللي زي المجفف كأنه اندومي هو بس مكتوب عليه نودلز صراحة مبزين لنودلز مبزين أبدا طعمه يطلع زي العجينة فإذا بغيتوا تسوون النودلز لا سوووا كذا بالمكاروني حقتنا اشتروا الرفيعة وسلقيه شوي بعد ما تطولين عليه وسوي فيها مرة يطلع لدي يهبل 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 مرة جربوا والله بتعجبكم الوصفة سهلا ومرة ما تبي شي قطعت خلاته شوي ينسلق وبعدين شسمه حطيت عليه ملح هذا هو شايفين بسر عن سلقة لأنها رقيقة مو بزي المكارونة العادية أنا بالعادة المكارونة العادية لا أحبونها عيالي مرة مستويل هذه لا ما تحتاج وقت طويل بهالوقت عدت خلاص خليتها على جنب المكارونة والحين بسوي الحشوة حقتها قطعت بصل حمستها يعني خليتها مرة ينحمس كل ما ينحمس بحلال بصل أكثر كل ما يطلع ألذ طعم يطلع طعم كذا لذيذ مع الأكل بعدين حطيت الدجاج قطعتك كذا بشكل طولي أبخلي عاد شوي لحد ما يستوي نص استوى بعدين عاد بحط عليه البهارات من خلال عد هالفيديو حابة جاوب على وحدة من متابعاتي الفاضلات أرسلت لي سؤال بالكومنتات وتقول أن أختها دائما تتهمها بالنية السودة دائما تغلطها دائما تحط الحق عليها دائما تقول أنت متغيرة علينا وكذا يعني تتهمها يعني دائما يعني زي الناس اللي قلون أنتم حن الصح والباقين كلهم غلط أول شي أنا بأ حط نفسي مكانك حبيبتي إذا كانت هذه أختي خاصة إذا كانت أختي أكبر مني ما عليش راح راح أتحمل وراح أصبر أي شي يجيني من أختي وعلى قلت إخواننا المصريين الضفر ما يطلع من اللحم وش حل أنا عن نفسي وش الحل مثلا مع أختي إذا كانت دائما تغلطني ودائما تتهمني بكذا بالنية السودة خلاص ما راح أدخل معاها نقاشات لا تدخلين معاها نقاشات لا تدخلين بأشياء ممكن أنت تحسين أنت بتتهم أنك أنت الغلطانة وأنت لصنة يعني مبثقة وكذا خلاص بالعكس أنت يعطيها في الخاصة إذا كانت أكبر منك أعتقد هذه بعض يعني بعض نواع من الناس كذا عندهم دائما أن كلامهم هو الصح والناس الثانين كلهم غلط ودائما يحاولون يقنعون الآخرين بوجهة نظرهم أن هي الصحيحة والناس الثانين كلهم غلط سواء كانوا قريب أو بعيد يعني يمكن أنها مو بس أنت اللي تعاملك هذه المعاملة يمكن حتى مثلا إذا كانت تشتغل زميلاتها في العمل جيران صديقات ترقينها دائما تحس أن هي الصح والباقيين هم الغلط مو بالشخص كأنت مو بيتتهمك عشانك أنت هذا يعني اللي أنا أتوقع لكن إذا كانت يعني هذا أسلوبها فخلاص أنا أقول لك لا تدخلي معها بنقاشك إن ممكن إنها تده يعني تتهمك فيها خليك يعني رسمية خلي سواليفك معها عامة لا تدخلي معها عشان ما تمسر في عداوة بينكم أنتم مهما كان تظلون خوات والصبر زين الصبر على الأذى ترى له أجر عظيم الصبر على الأذى من ذوي القربة له أجر أعظم من الصبر على الأذى من أي إنسان ثاني فأنتي معجور إن شاء الله بإذن الله لا يضيك صدرك وخليك أنت هي الأكبر عقل لو ما كنتي الأكبر سن خلاص خلصت النودل زي ما أنتم شايفين يا بنات إذا كنتم مركزين حطيت الدجاج حطيت خضار حطيت بهارات حطيت الله مصلي على محمد الصوية حطيت النكهة المعتدلة حطيت بعد أسرة ليمون والملح شوي بعد ما كثرت مرة يا بنات لذيذة مرة مرة لذيذة أعجبت عيالي مرة طبعا في عندي بعض الشباب يعني دائما المعارضين أي شي أنتم سويته يقول أنا ما أحب كذا عشان كذا أضطر أسوي شي ثاني أخذت من المكارونة شوي ومن البدجاج شوي وأضفت عليها كريمة الطبخ وشوية جبن سايل وسويت لهم أحلى مكارونة بيضة خلاص خلصت خداهم بعدين حطيت لي أنا فطوري أنا وروان قالت أبغى شاهي أعشاب وأنا سويت لي شاهي عادي مع توست حطيت فيها زبدة الفول السوداني هي حطيت لها بالعسل وأنا لها بدون عسل وحطيت لي شوية سلطة مع تونا والله أملك الحمد لك الشكر على نعمة التي لا تعد ولا تحصى وبعدين خلاص طبعا وستونا الله يصلحها توها تتذكر تنزل ملابسها أنا بالعادة خلاص يوم السبت يوم القصدي الخميس أكون مغسل الملابس وخلصها بس الله يصلحها حتى أنا نسيت أذكرها يعني أقولها جيبي ملابسك نسيت يعني عساس أني أنا متعودة خلاص يوم الخميس أكون مغسل الملابس ومكوية وجاهزة اليوم السبت يعني يوم السبت ما يكون عندي أبدا تجهيز ملابس حقات يوم الأحد تكون جاهزة من يوم الخميس بس اليوم والله يصلحها ما دارت اليوم نزلت وننزلت معها السلة قالت ما ما نسيت نسيت أني نزلها ذاك اليوم فقلنا يا الله ما خالف شكوة لله حطينا الحمد لله الحمد لله يعني نعم صراحة يعني ودك الواحد يستشعر النعمة بكل شي الحمد لله عندي رسالة الأوتوماتيكية وكثير جانية أسئلة عليها واحدة سألتني قالت وشلون تشتغل وهي الباب مفتوح حقها حبيبتي مي بتشتغل لما نفتح الباب حقها توقف تعبي مويا والباب مفتوح لكن ما تشتغل ما تدور يعني تغسل لما نفتحها وهي فيها ملابس توقف عرفتي خلص خلصت الحمد لله أشغالي وسويت لي قهوة علشان عاد بروق اليوم جاي طلبية من ماكس وقلت بوريكم إياها بقعدت قهوة شوي وبعدين عاد بفتح معاكم الطلبية ويكون الطلبية هي نهاية الفيديو حق اليوم طبعا القهوة نسيتها هاي بنات تبخت 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 لين خلصت رح نصها ورح تضفت عليها شوية موية حارة سبحان الله النسيان خلاص هذه هي جاهزة حطيت لي عاد معاها شوي تمر شوي معمول والله أملك الحمد لك الشكر حالة والله أحب بوريكم مشترياتي من ماكس اليوم جاءت مشترياتي سبحان الله أصبت لي طلبة طلبية أحس كأنها هدية ما كهني أنا مشترياتها أفرح فيها مرة من زمان صراحة من طلبات ماكس من زمان ما طلبت من ماكس كان والله أول ما يمر شهر لنا طالبة عاد اليوم صورت لكم هنا بالمجلس عشان فيه احتلال الغرفة في حلقة الزاعدة قلوا إياه اللي بنشوف مباراة تخيلوا بنات مثل الله شعرين حين مرقي هنالتلفزيون اللي كان في المقلط رقيتها فوق والمع الجلسة والفرشة تخيلوا اللي الحين ما حد زين التلفزيون لهذا أهداء المخابعتي لتبهود تكلموا عن الرجال اللي ما يسوون شي بالبيت هذا أهداء لك أول حاجة تترك هذي البلوزة تجنم باللبس قصتها طبعا كيدها وقصتها تشوفوا مرق ماش حلو مو شفاف خفيف وعجبتني القصة اللي على الصدر والأكمام طويلة ومرط على حلو باللبس ونسخ معها تن ورى سودا أهداء 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 هذا الفستان صراحة بالصورة مرة أعجبني بالموقع صراحة مصدامة جبت كاما مبشكلة على الصورة حتى أنا شايفتها كأني بالتطبيق أن الأزرار هذه كان لونها أسود طلعت شي مرة ثاني مختلف موديلة مرة حلو بس ما أعجبتني الأزرار ذهبي ما أعجبتني أكدا نجي معا حزام بس إني برجع ما أعجبني يعني طريقة الزم كده طلعت رفيعة يعني كأنها رفيعة فوق أنا ما أحب القصة هذه تكون يعني تكون زم فوق ما أحبه ف أبرجع هذا ما أعجبني خط هذه البنطيل للبيت وبرجع صراحة أخذ منهم بناتي بعد أخذوا مرة بجنة بنات الخامة يعني تعرفون قمشة الليقينز حقاتهم جاي زي قمشتها ولكن واسع شوفوا شحلو علينا حط على الطاولة ورأيكم عشان قصة مرة حلو تحلي الجسم مرة صراح أعجبني بس أنا ما أخذت اللون الكحلي بانتي خادت كحلي وحي برجع أخذ كحلي بعد مرة جبني خليفت لكم هذا اللون خليفت الجين فيه هذا اللون النادي كده شوفوا 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 مرة جنة واسود بس حبيبات هذا لك عندي الفيديو حق اليوم حبي تشارك مشريات كده ططفات كده من اليوم يارب تكون الفيديو حلو مفيد وخفيف شوفكم فيديو قادم لا تنسون تحطون زر الإعجاب للفيديو شوفكم فيديو قادم مع السلامة